عارفين من الراجل في الصورة ده ده ديف بن سادو طب هيفرق معاك في ايه لو عرفته او معرفتوش باختصار كده ده المعلم الاول من وجهة نظري واول حد ارتقب هندسة الصوت وطرح ان الناس تتعلمها على اليوتيوب طب انا ليه بيتكلم عنه؟ تعالوا نعرف بعد ما نشوف الانترو ديف بن سادو كان من اوائل الناس اللي عمل شو عن هندسة الصوت والشو دوت كان اسمه بن سادو بلايس وهو ما زال بيعمله بس مع تقدمه في السن بدأت طبعا تقطط قل وبدأ ينزل حلقات بشكل اقل الراجل دوت كان من اوائل الناس لانا تعلمت منه حاجات وعرفت تكنيكات انا ما كنتش عارف بوجودها قبل كده زي ما هو نقل المعرفة بتاعته ديت للناس وكان من ضمنهم انا فانا قررت ان انا اترجم كل التوتوريال بتاعته على قدر استطاعتي وعملها بنفس اسامي الحلقات ونزلها ليكم بس الموضوع دوت هيكون شوية مرهق لان تقريبا كده ديف بن سادو عامل اكتر من 100 توتوريال عن هندست الصوت وكل حاجة فيهم كان بيتكلم عن موضوع معين فيعني القصة هتحتاج منكم شوية دعم مش مقايدة دعم انا هعمل الفيديو الاولاني ونزله هنزل الفيديو التاني لما كل فيديو يوصل لمية لايك وخمسين كومنت والكومنتات حتى لو انت عايز تسأل على سؤال البلاجين ده مش عندك ايه هو البلاجين دوت طب بيشتغل ازاي هرد عليك على الكومنت هقولك على بديل وهكذا لان انا مؤمن بنفس النظرية اللي ديف بن سادو مؤمن بيها وهو ان المعرفة لو جات عند حد وقفت مش هتطور لو انا خدت المعلومة النفسي من القلتهاش لغيري غيري مش هيتطور فيها وترجع تجيلي تاني بس كده انا متأكد باذن الله ان الفيديوهات هتعجبكو واستنى ادعموكم لي وان كل الفيديو ينزل توصلوه لنفس الرقب اللي انا قلت عليه عشان كمان القناة بتاعتنا تكبر وتبقى اكبر قناة بتقدم محتوعا عن دست الصوت في الشرق الاوسط سلام